باقر العلم ومعراج العقول حجة الحق فروعا وأصول ينطق الوحي بما جاد به واستقام الدين واخضرت سهول واستقام الدين واخضرت سهول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تميزت حياة الإمام الباقر صلوات الله عليه والدور الوظيفي الإلهي الذي قرر له بمزايا كثيرة المزية الأولى التحولات السياسية والاجتماعية التي عاصرها هي كثيرة كما شديدة كيفا ونوعا طويلة زمانا عاش عمرا بلغ سبعا وخمسين سنة كلها في دولة بني أمية تواردت جملة من الملوك بلغوا سبعة أو ثمانية عاصرهم الإمام صلوات الله عليه ابتداء من آخر عهد معاوية ابن أبي سفيان ثم عهد يزيد وهكذا إلى هشام بن عبد الملك الذي في عهده قضى الإمام شهيدا مسموما مدته من سنة سبعة وخمسين إلى مية وأربعطعش في سبعة من ذي الحج استشهد الإمام ودفن في البقيئ كل الملوك الذين عاصرهم كانوا ظالمين فاسدين قساد هم أسباب نشر الظلم والفساد بين الناس سنأتي إن شاء الله نتعرض إلى بعض سيرة هؤلاء حتى يعرف المسلم اليوم أن التاريخ الذي جرى وكان لهؤلاء الذين غصبوا الخلافة من آل محمد ماذا جروا من ويلات على المسلمين قصورهم كانت بؤر للفساد أجنادهم وجنودهم وجيوشهم مصدر قلق وظلم وتعدي على حقوق الناس وتأسيس فرق وجماعات ضالة شغلها الشاغل هدم مباني الإسلام والقيم الإسلامية هذه أمور كلها كانت تتطلب من الإمام صلى الله عليه أن يراعي ويراقب هذه الأحداث ويضع المعالجات لها هو إمام الخلق هو حجة الله لا بد وأن يحفظ دين الله ويحفظ عباد الله لاحظوا مثلا مدة إمامة الإمام صلى الله عليه حدثت جملة من الأحداث الكبرى عاصرها الإمام وعايشها أولها نهضة الحسين في عاشرها على أشهر الروايات أن الإمام كان عمره أربع سنوات والإمام المعصوم ليس كسائر الناس عمره شهر أو عمره سنة أو عمره مئة سنة لا يفترق علم الإمام ودرك الإمام للأشياء ليس كسائر الناس فحينما نقول أربع سنوات في أنظار الناس هاي الأربع سنوات سن صغير ولكن عند حجج الله هذا السن ما فيه صغير ما فيه كبير آتيناه الحكم صبية حتى الحكم بيد أولياء الله يكون وهم في سن صغيرة باعتبارات الناس هذا السن صغير وكبير أما باعتبار المعصوم المعصوم لا يفترق فيه السن صغيراً كان أو كبيراً وسأذكر لكم شاهد إلى هذه القضية بعد واقعة عاشورة حركة التوابين عاصرها الإمام نهضت واقعة الحرة اللي أبيحت بها المدينة لجيش يزيد ابن معاوية نهضت المختار الثقفي حركة ابن الزبير في مكة أحداث ونهضات وحركات كثيرة عاصرها الإمام فهو من جهة السلطة عاصر سبعة أو ثمانية من ملوك بن يومية من أشد الناس فساداً وظلماً من جهة أخرى نهضات وحركات اجتماعية وحزبية ونهضات مقدسة كنهضة الحسين صلوات الله عليه هذه كلها عاصرها الإمام وتحسس آلامها وعاصرها وعايشها في إمامة أبيه الإمام زين العابدين عاشها كلها من سنة واحد وستين من بعد واقعة عاشرة إلى سنة خمسة وتسعين طالت أربع وثلاثين سنة ومن الواضح أن بعد واقعة عاشرة ماذا كيف كانت تتعامل السلطة مع الناس بعد نهضة الحسين وخصوصاً مع بني هاشم هذه الفترة كلها عاشها الإمام حتى أن الإمام زين العابدين واجه سلطة بني أمية بعد واقعة عاشرة بالدعاء بالذكر بالعبادة مو في نشر العلم مو في المواجهة الفكرية أو السياسية وإنما توجه واجهها بذاك الأسلوب لأن ذاك كان هو الأنجع بعد واقعة عاشرة وهذه لها ظروفها ولها أحداثها وضروراتها فأربعة وثلاثين سنة في فترة إمامة الإمام السجاد صلوات الله عليك تولى الإمام بعد أبيه صلوات الله عليه الخلافة الظاهرية الإمام الظاهرية وهو في سن ثمان وثلاثين سنة هذه الفترة ثمان وثلاثين سنة كلها أحداث وهو إمام صامت يعاصر هذه الأحداث ويعايشها استمرت تسوة عشر سنة مدة إمامة الإمام الباقر صلوات الله عليه من سنة خمسة وتسعين إلى مية وأربعة في السابع من ذي الحجة استشهد الإمام من سنة مية وأربعة هذه ميزة من المزايا التي عاصرها الإمام الباقر صلوات الله عليه لعل من النوادر أو لعله الوحيد الذي عاصرها كذا مدة طويلة لحكام بني أمية حافلة بالأحداث وبالوقايا زين التعامل الذي كان يستدعي أن يتعامل الإمام صلوات الله عليه مع هذه الأحداث المتغيرة المتبدلة كانت تتطلب من الإمام ثلاث مهام أظمى كل مهمة تحتاج إلى جهود كبيرة وعناصر كثيرة حتى يمكن أن تترسخ هذه المنهجية وهذه الخطة الأولى ترسيخ الدين وقيم الدين في قلوب الناس وفي عقولهم وهذه قضية كانت ضرورة في عصر الإمام الباقر لأن السلطة كانت تحكم بإسم الدين وتظلم بإسم الدين وتفسد في الأرض بإسم الدين وكل مظاهر التدين كانوا يتظاهرون به ولكنهم في الخلف من وراء الستار من أفسد الفاسدين وأظلم الظالمين فإمام الخلق ينبغي أن ينزه الدين الإلهي عن دين السلطة ويظهر للناس أن هذا الدين الذي تزعمه السلطة الدين مزيف ليس هو دين النبي صلى الله عليه وآله دين النبي في المدينة في بيت الإمام الباقر صلى الله عليه وآله وهذه مهمة لا تصوروها سهلة شخص إمام يريد بالأسباب الظاهرية ليس بالأسباب الغيبية يواجه سلطة مثل سلطة بني أمية عدوة لدودة له بالفطرة من أول الأحداث من قبل الإسلام كان لهم أدار الأمر الثاني نشر العلوم والمعارف الدينية اللي هذه كان تقدير إلهي توظيف إلهي للإمام الباقر صلى الله عليه أن ينشر علوم الدين ويفتح مخازن الفقه والأحكام وينشرها في الناس هذه من ضمن الوظائف الإلهية اللي قررها الباري عز وجل للإمام الباقر كما قرر لكل إمام وظيفته قرر لسيد الشهداء الشهادة وقرر للإمام الباقر أن ينشر علوم الدين ومبادئ الدين وهذه مهمة في مقابل سلطة غاشمة يدها والقتل ليس بالأمر السهل الأمر الثالث اللي كان في ضمن منهجية الإمام هو تجنيب الشيعة والموالين من أمرين الإنخراط في السلطة الظالمة والنجاة من سيفها القاتل وهذه أيضا ليست قضية سهلة كان ينبغي للشيعة أن لا تغرهم الدنيا وأموال السلطة وإعلام السلطة وحب الشهرة وأمثال ذلك فينخرط في ضمن أجهزة سلطة غاشمة ظالمة شلون الإمام يعمل مع شيعته حتى ينزههم من هذا وفي نفس الوقت يحميهم من القتل يعني قضية أشبه بالغدين اللي يصعب جمعهما الإمام صلوات الله عليه كان عليه أن يرسخ قيم الدين وينشر علوم الدين ويحمي الشيعة والموالين من هذه المحاذير محذور الإنخراط في السلطة ومحذور القتل هذه كانت مهمة الإمام صلوات الله السلطة كانت تنظر إلى الإمام نظر الخوف والرعب لماذا لأنها تعلم بأنه الممثل الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وأن خلافتهم غصب وسلطتهم غير شرعية هم أخذوها بالقوة وتوارثوها وصنعوا منها ملكا عضوضا معاوية سواها وراثة تعلم السلطة ويعلم الحاكم والسلطان بأن الخلافة بالنسبة إليه غير شرعية الخليفة الشرعي لرسول الله هو الإمام الباقر صلاة الله هذا الشيء كانوا يعلمونه وفي نفس الوقت الشخص الوحيد الذي يملك المشروع الكامل لإقامة دولة وتنفيذ أحكام الإسلام هو الإمام الباقر فبيده الشرعية وبيده المشروع كيف تنظر السلطة إلى مثل هذا شخص البديل الصحيح لسلطة غاشمة ظالمة فكيف ستكون يكون تعاملها مع الإمام ومع أتباع الإمام صلوات الله هذه الميزة الأولى في حياة الإمام الباقر تفاصيل بعدين تأتي إن شاء الله الميزة الثانية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قبل ولادة الإمام الباقر بسنوات طوال أخبر عن ولادته وأخبر خص جابر بن عبد الله الأنصاري بالخصوص وأوكل إليه مهمة قبل ولادة الإمام الباقر قال لجابر أنك ستطول مدة بقائك في الدنيا حتى تلقى ولدا من ولدي اسمه محمد ابن علي ابن الحسين هو الباقر باقر العلم إذا أدركته بلوه سلامي هذه القضية قد يمر قد يمر عليها مرورا سريعا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ولادة الإمام يبشر بولادته ويذكر صفته ويعين ويعين رسولا يبلغه السلام عن رسول الله الغاية فقط السلام فقط أن النبي صلى الله عليه وآله يبلغ الإمام الباقر سلام النبي والحكم اقتضت أن عمر جابر الأنصار يطول حتى يدرك الإمام الباقر يعني جابر بن عبد الله عاصر النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر ستة من المعصومين عاصرهم وقال إذا بلغته سلامي لا يطول بقاؤك بعد ذلك شنو يفهم من هذا أن جابر خصص كرسول مجرد رسول يبلغ سلام النبي إلى الإمام الباقر صلى الله عليه مثل هذا الإخبار أولا هو إنباء عن الغيب الأمر الثاني هذا بشار للمؤمنين في أن الإمام يحمل رسالة إلهية عظيمة إلى البشر وسأتحدث عن هذه الرسالة إن شاء الله رسالة مهمة عظيمة إلى البشر تقوم على أساس فتح مخازن العلوم ونشر العلوم في الأرض وبين الناس عمود الدين وعمود الفقاهة والفقه على كتف هذا الإمام يقوم لذلك رسول الله يخصه بسلام فيه بشارة للمؤمنين وفيه تحذير للمخالفين هاي البشارة قبل ولادة الإمام الكل كان يعلم بها ويدركها فهم الأعداء كانوا يترقبونها وهم الأولياء كانوا يترقبونها لاحظوا مثلا في هذه الرواية جابر يقول يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا جابر يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين يبقر العلم بقرا ها إن شاء الله بكرة أقف عند هذه المعنى شنو يبقر العلم بقرا شنو المعاني المحتملة في هذا ولماذا اختيار هاي المفردة يبقر العلم وليش مو ينشر العلم ليش مو يفجر العلم ليش مو يروج العلم ليش يبقر العلم هذا البقر هنا نفيه كلام فإذا رأيته فقرأه مني السلام بعض المؤرخين يقولون آخر من بقي من أصحاب رسول الله هو جابر لعداء هذه الرسالة هاي المفرد وإلا كل أصحاب رسول الله ماتوا من زمان قال جابر فأخر الله تعالى مدتي حتى رأيت الباقر فأقرأته عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله السلام هذه الرواية في الكافي ومعاني الأخبار اللي يريد يرجع عليها في رواية أبان بن تغلب عن الإمام الباقر عليه السلام قال جاءني جابر بن عبد الله وأنا في الكتاب هذا في الكتاب يعني المحل يتعلم فيه الأولاد القراءة والكتابة فسذا ليصير من عنده يتفهم بأن الإمام كان يذهب ويتعلم عند الكتاب الرواية ما تقول هذا الإمام لا يعلمه بشر الله يعلمه فقط بالعلم اللدني فقال لي اكشف لي عن بطنك يعني جابر يقول للإمام الباقر اكشف لي عن بطنك فكشف له عن بطني فقبله ثم قال إن رسول الله أمرني أن أقرأ كالسلام اللي يبدو من هذه الرواية أن حتى هذه القبلة كانت في الممن الوصية هذا بي أسرار بطنية غير المعاني الظاهرة يستفاد أيضا من الأخبار أن هذا اللقب للإمام أي الباقر كان معروفا حتى في الكتب السماوية قبل الإسلام في التوراة مثلا في باب النص على الأئمة الاثني عشر وصف الإمام الباقر بباقر العلم يعني حتى في الكتب السماوية هم أكو إشارة إلى هذا المعنى هذه الرواية في كمال الدين وفي الإمام والتبصر اللي يريد يرجع عليها يشوفها ولعله كما يبدو من السيرة وستأتي الشواهد أن الإمام صلوات الله عليه هو أول من شقق العلم وفتح مخازنه الأئمة الذين سبقوه ما أتيحت لهم هذه الفرصة نشر الفقاهة نشر أحكام الله الحلال والحرام بيان حدود الشريعة أصولا وفروعا هذه قضية تميز به الإمام الباقر صلوات الله عليه به ابتدأت والإمام الصادق عززها ونشرها الروايات اللي واردة عن الإمام الباقر في هذا الشهر روايات كثيرة حتى النجابر الجعفي اللي هو من خواص الإمام حفظ من الإمام الباقر ثلاثين ألف حديث بعضها لم يحدث بها أحدا بينما روا عن الإمام الصادق حفظ عن الإمام الصادق ستعش ألف حديث يعني يعني ما أخذه من الباقر ضعف ما أخذه من الصادق صلوات الله عليه فهو في العلم فتق مخازنه وفجر أنحاءه وشقق فروعه وكان هذا أحد أسباب الحسد الذي دخل في قلوب خصومه هم السلطة كانت تحسده وتخاف منه وهم الأطراف المخالفة لذلك كانوا يسعون قدر ما وسعهم ما وسعهم إلى انتهاك حرمة الإمام صلوات الله عليه لاحظوا مثلا هذه الرواية هشام بن عبد الملك لما وفد عليه زيد ابن علي أخو الإمام الباقر صلوات الله عليه زيد صاحب النهضة ضد بني ومبين سأله هشام بن عبد الملك سأله زيد قال ماذا يصنع أخوك البقرة قال لأنه رواية أنا أنقلها وزيد رجل فقيه كبير من فقهاء أهل البيت عليهم السلام وقائد زعيم وما يمررها الهشام هذه فغضب زيد من هذه المقالة ثم قال له لشد ما خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله سماه رسول الله الباقر وتسميه أنت البقرة شوف مستوى ملك هذا داني هل قد مستوى ملك اللي المفروض يترفع عن مثل هذه القضايا وعن الخصومات والعدوات حتى يكون عادل هو بهذه القضية يحاول ينتهك من حرمة الإمام صلى الله عليه ثم قال له زيد لتخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا فيرد الجنة وترد النار رجال بوجهه يقول ولا يراعي في ذلك خوفا أو رغبة أو طمعا أو هذه الرواية في عمدة الطالب وفي شرح نهج البلاغ أيضا موجودة وفي المناقب أيضا موجودة الميزة الثالثة أنه أول إمام معصوم يولد من خيرتين طيبتين من سيد شباب أهل الجنة أبوه الإمام زين العابدين وأمه والدته فاطمة بنت الحسن جمع خصال السبطين الشهيدين سيد الشباب أهل الجنة هو المعصوم الأول الذي تميز بهذه الميزة والدته إشارة إلى آية في القرآن هذا الوقت ما عندنا نبين تفصيل آمنت ليش اتقت ليش أحسنت ليش تفوق صفات مريم في آيات الكتاب العزيز في خبر الباقر عليه السلام لاحظوا يستفاد منها أنها كانت تملك ولاية تكوينية وتتصرف في الأشياء في هذا تعليم أم للنساء في هذه القضية وتنبئ عن الغيب في الكافي الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام روى هذه الرواية قال كانت قاعدة عند جدار فاطمة بنت الحسن فتصدع الجدار كانت فطر وسمعنا هدة شديدة كأنه فرد قلع صار إليه فقالت بيدها هو لفس الجدار اللي كانت قاعدة عنده فقالت بيدها لا وحق المصطفى لا وحق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط فبقي معلقا في الجو حتى جازته عبرت حتى لا يسقط عليها فتصدق السجاد عليه السلام عنها بمئة دينار هذه الرواية مو كلام مترجم مو كلام مؤرخ إمام معصوم جاي يقولها كل احتمال اشتباه اشتباه في النقل والاحتمالات اللي تطرع على نقل الرواة غير المعصومين ما موجودة فيها رواية نقية واضحة في الكافي في المناقب في دلائل الإمامة هم مرويها الرواية تضمنت دلائل الدلالة الأولى أن هذه السيدة الجليلة كانت تخبر عن الغيب لاحظوا مو لسان إن شاء قالت للحائط لا تسقط أخبرت عن رسول الله ما أذن لك بالسقط يعني كانت تعلم بالقضية وتعلم بالإخبار وأخبرت الجدار بذلك دلالة الثانية أن هذا الجدار يفهم كلام هذه المرأة الجليلة يسمع ويفهم ويدرك سابقا ومرارا قيل قلنا هذا الكلام لا يوجد شيء حي غير حي في الوجود كل الأشياء حية حتى هذا الجدار اللي تشوفه جدار هو حي يسمع وسيشهد علينا في الآخرة وهذه الأرض التي نجلس عليها حية يومئذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها ماكو شي ميت بس نسبة الحياة تختلف أكو حيات شديدة مثل حياة البشر حياة الإنسان أكو حياة أضعف مثل حياة النبات أكو حياة أضعف بعد مثل حياة الجماد وإن من شيء إلا يسبح شون يسبح ذا هو أمو حي وما يدرك وما يفهم نحن قاصرون فهذا الجدار يفهم كلام السيدة الجليلة حينما خاطبته وعرفه ما تريد واستجابه لأمرها وطنبها الدلالة الثالثة أن الصدق حتى بعد البلية مطلوبة لذلك الإمام السجاد بعد البلية بعد الواقع تصدق عن هذا المئة المئة هذا تعليم فقه هذا لمن يريد أن يستفيد منه يستفاد من الأخبار أن أمهات المعصومين هن هكذا لسنك النساء العاديات أبدا يتميزنه بسعة في الأرواح نورانية في القلوب طهارة في الأرحام إحاطة وقدسية خاصة في العصمة وعلى بعض المراتب علم حتى في الغيب عندهم لاحظوا هذه الرواية اللي الله عز وجل بهذه المزايا والصفات خصصهن بالأسرار الإلهية أسرار الإمام والإمام عندهم شكاد يريد لها هذه نفس واسعة ويقين وإيمان وصبر وكتمان كتمان واحدة تكون مستودع الإمام أبدا مقضية صغيرة كبيرة جدا يحتاج الإنسان هو يوسع قلب حتى يدرك مثل هذه القضية شنو معنات أن امرأة تكون أم لحجة الله على الخلق تحفظ سره ولا تبيح مكنونة لأن حمل الإمام إلى سر ولادة الإمام إلى سر نشوءه في الرحم إلى سر كيفية الولادة إلى سر هذا كل كتمان يحتاج ما يظهر إلى الناس مستودع أسرار الله شنو من مرأة لازم تكون هذه فواحد ليستغرب أن السيدة فاطمة بنت الحسن إذا خاطبت الجدار يقف في الهواء هذه إرادة الله عز وجل التي تتجلى على أقوالهم وعلى أفعالهم لاحظوا هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الأوصياء إذا حملت بهم أمهاتهم منذ النشأ أصابها فترة شبه الغشية فتور فترة يعني فتور سأقول ليش وتسمع من جانبها الأيمن في جانب البيت صوتا تسمع صوت من يحدثها يقول حملت بخير يجيب الشرح وتصيرين إلى خير هذا هم ضمان بالعاقبة وجئت بخير أبشري بغلام حليم عليم مو بالنوم بالحقيقة تسمع هذا الصوت فإذا كانت الليلة التي تلد فيها أنا مختصر من الرواية الرواية طويلة فقط محل الشاهد فإذا كانت الليلة التي تلد فيها ظهر لها في البيت نور تراه لا يراه غيرها إلا أبوه سر هذا لا يحد يرى بس هي وأبو العمام يرى فإذا ولدته لاحظوا ولدته قاعدا يعني ليس مثل سائر الموالد يطلع لوم الرأس لوم الرجلية الإمام يطلع قاعدا هذا سر يستدير بعد وقوعه إلى الأرض فلا يخطئ القبلة حيث كانت بوجهه رأسا يتوجه إلى القبلة يشير بإصبعه بالتحميد يحمد الله ويقع مسرورا مختونا مسرور يعني صرت مقطوعة ما إلى حبل سر هذا إلى كلام ليش ما إلى حبل سر مختون محتاج مختين طاهر نقي منذ ولادته هكذا هم حجج الله ذولهم خلفاء الله في الأرض هذه الرواية في الكاف أيضا الذي يريد يرجع له تتضمن إشارات هذه الرواية الإشارة الأولى هذه الفترة التي تشبه الغشية التي تصيب أم الوصي حين الحمل لعلها فترة إفاظة الروح روح الإمام ملكوتية مملكية الملكوت طاقته عظيمة هذا لقصور التعبير أنا أسميه طاقة هي القضية أكبر من الطاقة وأوسع إذا جاء على البلك هيمن عليه الآن إذا ملك يظهر بيننا كلنا يغشى علينا كل ما يبقى واحد صحي كل ملكوت يظهر على الملك هكذا هذا إلى سر فيزيائي وإلى سر غيبي بس بحثنا مو موضوعي في هذه الجهة الآن أين تكون وتبشرها بغلام حليم وعليم هاي الملائكة التي حضرت عند إبراهيم وبشرت بغلام هم حليم في آية وهم عليم في آية فس شنو وجه التشابه هذا سأقوله إذن هذا التبشير وبهذه الأوصاف يشير إلى أن هذا الوصي الذي حملته أمه هذا مو من قبيل سائر الحمل سائر الناس وإنما هو من طبقة الأنبياء والأولياء هذا بشار هذا وتعليم هذا الدلالة الثالثة أن هاي الخفة التي تجدها الأم في نفسها حينما تحمل هي خفة الروح الإلهية التي أودعت فيها والروح طبعها هكذا خفيفة حتى روح الإنسان العادي روح الإنسان العادي حينما تخرج من جسده بثواني ينتقل إلى أقصى مناطق العالم لا يحبسه جدار لا يحبسه باب لا يحبسه صندوق لا يحبسه بحر لا يحبسه قل قل الروح من أمر ربي شيء عجيب فكيف بروح الإمام صلوات الله عليه الدلالة الأخرى أن الإمام لا يولد كسائر الناس سائر الناس معروفة كيف يولدون وماذا يجري عليهم أما الإمام يولد باتجاه القبلة قاعدا يولد شاكرا حامدا والنور يسطع من لذلك أمه ترى النور قد ملأ البيت هذه كلها أسرار أسرار تطلع عليها والدة المعصوم تازم مين حتش فيها هذه خصائص هذه قد تحتاج قلب واسع يتحمل ويكون على يقين ولا ينقل ولا يتحدث بعض الأشياء حتى في طريقة حمل الإمام ليست مثل سائر الناس لا في حمله يشبه الناس لا في ولادته يشبه الناس إن شاء الله إذا صارت فتفرصة نتحدث عن هذا شوفون العجائب هو جسمه شكله شكل البشر قل إنما أنا بشر مثلكم بس في مزاياه وخصائصه الإلهية الربانية يتميز عن البشر في كل شيء لا في تربته ولا في روحه ولا في قواه ولا في قدراته يد واحدة لأمير المؤمنين تقلع باب أربعين رجل يسدوها ويفتحها قوة الإمام تصوروا هذه إعجاز هذا مو إعجاز هذا التكوين الإمام هو لسه هذا من خلي إلى وقت زين الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول تبشرها بغلام حليم عليم حليم شنو عليم شنو ليشهر الخصوصيتين أولا هذا هو التشبيه بإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام لأن الله عز وجل أرسل إلى إبراهيم وإلى أهله ملائكة يبشرونه بغلام حليم عليم لعله فيه إشارة هذا الغلام الحليم العليم إشارة إلى أن هذا المولود يا والده في نفس الوقت اللي يبشروها يخبروها بأنه قربان للدين سيكون فداء سيكون قربان لله تبارك وتعالى وفيه دلالة على أن الإمام منذ ولادته عالم لا يحتاج إلى تعليم حليم لا يحتاج إلى تربية هو عالم لا يحتاج إلى تعليم وحليم لا يحتاج إلى تربية منذ نشأته منذ ولادته الحلم الحلم العقل والتأده في التعامل مع الأمور من دون أن يهيجه غضب أو انفعال سعة صدر وسماحة واسعة حلم هذا الحلم تاج العلم علم بلا حلم ليس كاملا إذا العالم يكون عصبي المزاج ما يتحمل صدره ضيق شكد ما يريد يكون عالم علمه غير كامل الحلم تاج العلم وزينته شنو هو ضبط النفس عن الهيجان في الغضب ونحو ذلك وابتدرون إنسانهم إذا وقع في الغضب وفقد السيطرة على أعصابه يرتكب الأخطاء الكثيرة ويرتكب الذنوب والمعاصي وربما سفك الدم الحرام الكثير من عمليات القتل من ين تنشأ من الغضب هو رتبة الغضب رتبة من مراتب الجنون حين الغضب يصبح الإنسان كالمجنون بعد ما يسيطر على نفسه الحليم هو الذي لا يتصب بهذه الصفة عند قدرة على ضبط نفسه بحيث لا يتمالكه غضب وهو من علائم الحكمة وحسن التدبير العلم شنو اليقين أينما يقال العلم لغة شرعا أرفا هو اليقين إذا أطلق العلم على العلوم النقلية التي تأخذ بالأسناد يطلق على اليقين ويطلق حتى على الظن هذا من باب الاصطلاح الخاص وإلا العلم حقيقة هو اليقين فالوصي منذ ولادته حليم لا يحتاج إلى تربية على يقين ما عند أي شك بالله ولا في آياته تبارك وتعالى إطلاق الحلم والعلم يشمل كل المخلوقات إذن هو حليم على تدبير كل هذا الوجود وعليم بكل خصائص هذا الوجود بأمر الله تبارك وتعالى لأن روح الوصي روح النور هي من نور الله تبارك وتعالى الله عز وجل نور السماوات والأرض المعصوم من نور الله مخلوق إذن الإمام الباقر صلوات الله عليه بحسب هذه التوصيفات التي ذكرها الإمام الصادق في نشأته وفي تكوينه طاهر نقي من أبوين يحملان الخصائص الحسينية والحسنية شنو من كائن شنو من إمام راح يكون في خصائصه وأوصافه لذلك رسول الله يبلغه السلام قبل سنوات طوال الميز الرابع اسمه ولقبه وكنيته هذا تفصيله غدا إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمحبته وولايته وولاية أوليائه والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين بقر العلم ومعراج العقول حجة الحق فروعاً وأصول ينطق الوحي بما جاد به واستقام الدين وأخضرت سهول واستقام الدين وأخضرت سهول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر